أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء لارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا لتسجل بذلك 8.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 7.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرت بـ 14.4 هذا وتمثل قيمة الصادرات المصرية لدول أفريقيا نسبة 6.3 مليار دولار خلال 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال 2021 بنسبة ارتفاع قدرت بـ 14% جهود كبيرة تفذلها الحكومة المصرية بالتنسيق مع القطاع الخاص لتعظيم حجم وقيمة صادرات مصر لمختلف دول العالم وذلك في إطار خطة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار في غضون ثلاث سنوات مساع وجهود ترتكز على عدة أليات لعل من أبرزها فتح أسواق جديدة لسيما داخل القارة الأفريقية الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا لتسجل 8.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 7.5 مليار دولار خلال عام 2021 بالنسبة ارتفاع قدرها 14.4% قيمة الصادرات المصرية للدول إفريقيا بلغت 6.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بالنسبة ارتفاع تقدروا بـ 14% ليبيا جاءت على رأس قائمة أعلى دول أفريقيا استيرادا من مصر خلال عام 2022 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار يليها السودان بقيمة 929 مليون دولار ثم المغرب بـ 881 مليون دولار والجزائر 741 مليون دولار كما أوضحت البيانات ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول أفريقيا لتصلها إلى 2.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل مليار دولار خلال عام 2021 بالنسبة ارتفاع تقدر بـ 15.4 من 10% الكنغو الديمقراطية تصدرت قائمة أعلى دول للتحاد الأفريقي تصديرا لمصر خلال عام 2022 حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 524 مليون دولار يليها السودان 504 مليون دولار ثم زنبيا بـ 314 مليون دولار وكينيا بـ 308 مليون دولار تلك الأرقام تعكس بلا شك جهودا كبيرة قامت بها الدولة لمد جسول التجارة مع امتداد جغرافي مهم يربطه التاريخ ويفتح له المستقبل أذرعه ترجمة نانسي قنقر